موسيقى الآن أنا يقولون إن الثالثة فيجارة تأتي بشكل منطقة الإلكتسيجي يعني فيها أخرى بإستخدام كرشف سلوة تأتي بمعارضة الوحيدة و تظهر للمبارض يتحرك المختلفة بين X و Y هذا مختلفة كما رأيتها أنا ممكن أمشي من فوق وممكن أمشي من تحت طبعا أسهل في فوق سيعرج coloc طبعا إذا أردت بقصة مطلع ما يخرجه دائماً. يبقى أنا عشان أجيب ما بين X و Y يبدأ ده يبقى equal اقبل بقصة الأول يبقى بقصة I فى R يبقى 4x2 اللي هي دي صح؟ قبل بقصة الأول يبقى بقصة I فى R بعد كده اقبل بقصة يبقى بقصة I فى R يبقى 3x4 أفضل ماشي 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 اقبل negative يبقى negative يبقى بقصة الأول بعد كده اقبل بقصة يبقى بقصة يبقى بقصة الأول يبقى بقصة الأول يبقى بقصة I فى R فى I فى R ثم تبقى 210V أريد أن أمي المف بقصة 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 B2 كيرشفر سلو هو شيء عبيطة جداً هو أن عند أي نقطة يتجمع فيها current نقطة وصلة ثلاثة وائرز أو أكثر هنا يوجد داخل current 4 أمبير خارج current 3 أمبير يبقى اللى طالع من هنا فى هذه كيرشفر سلو يبقى 1 أمبير كاستخدمنا كيرشفر سلو ماهو عند بي نفس الكلام ماهو عند بي داخل 3 وخارج 4 يبقى اللى داخل دون فى انا لو جيت اشتغلت عند النقط A كيرشفر سلو بتقول لي ان لو ده مثلا اسمه I1 يبقى أنا اللى داخل اسمه I سيبقى equal I1 plus I2 هى دى كيرشفر سلو اللى داخل equal مين اللى خارج اللى داخل before I1 معرفوش وI2 بString هوادي String يبقى I1 equal 1 and P هى دى كيرشفر سلو كيرشفر سلو بتتعامل مع loop loop كده بالماندر لها كذا طريقة هقول طريقتين وهاشتغل بالتاني على طول الطريقة الاولانية ان potential difference ما بين point A و A بيبقى equal Z ما بين point و نفسها اكيد بيبقى equal Z هو ده كيرشفر سلو هو بيقول انا لو لفت من هنا من ال A حسبت potential difference ده كله لحد ما ارجع لل A يبقى الصمت عدول كلهم هى ده كيرشفر همشي من ال A هقابل Postive for for I2 تمام افضل ماشي هقابل ده ده هنا Postive ده negative يبقى انا هقابل مين الاول negative يبقى negative one for I1 I4 بعد كده هقابل ال negative بتاعت الباتري ده negative ده Postive قابلت ال negative الاول يبقى negative VV2 رجعت تاني لل A يبقى كل ده equal ماذا؟ زين هوادي VV2 بال Postive يبقى كده VV2 equal تبقى ده 12 minus 1 يبقى 11 انا هوادي ده بال Postive يبقى كده ال VV2 هتبقى هين وهنا هيبقى في 12 sorry 12 minus 1 تبقى كده بس يعني اعريتها بس من الشمال ده 11 اعريتها بس من الشمال يعني قلت أن VV2 equal 11 volt الطريقة التانية هو لو تلاحظوا كده دول كده I4 وهذه I4 صح ولما وديت هذه الناحية التانية بقى هنا VV الطريقة التانية بتقول أنه تهدد من أي لوب او إفا المثم نوع الآن هذه الووب تمام تقول أن الووب إفا مان إفا إفا مان 3 فور ماشي فيها مين؟ 3 أمبير وعندي هنا ون ماشي فيها الوان أمبير يبقى وان وان تايمز وان ده اسمه الجبريك سام الجبريك سام يعني ممكن يبقى بوستو ممكن يبقى ناجة على حسب ايه؟ شايف السهم اللي هو من الدهول اكده؟ ده كده اسمه الوطن او ده الوطن اللي هو بيقول لي اللي ماشي مع الوطن ده يبقى ده الوطن تمام؟ عادي جدا ابص إنه الوطن الريزيستور طبعا نفسها ليس لكل ديريكشن صح؟ إنما الوطن ده الوطن بتاعه مثل؟ يعني الوطن مستutرة مع دوة إطلاق وإس عادي أم عكسه؟ مع عادي يبقى دوت كده يتحط بالبوستن إنما هنا السهم بتاع الوطن لديه الوان أمبير ماشي كده يجب أم؟ عكسه يبقى دوت بالماذي؟ كل الوطن ماعنديش غير VV2 اللوب دي مفيه غير VB2 دي بره اللوب مليش دعابيه دي بس اللي موجوده طيب VB2 الـ Direction بتاعها هو الـ Direction هي عايزة تطلع current ازاي؟ هي عايزة تطلع current من الـ Postel بتاعها صح؟ يبقى هي عايزة تطلع current وتلففه مع السهم دول اللي هو كده يبقى click wise ولا anti click معدر صح؟ يبقى كده يا Postel بلنجد؟ Postel يبقى ديته تحط Postel ده كيارشوف Second Loop فاهمنا كيارشوف Second Loop نعمل له applying ازاي؟ ده لما نحسبه هيطلع 11 يبقى معنى كان VB2 هتبقى equal 11 volt Using كيرشوف laws Calculate the current intensity in the showing figures اللي هما i1 و i2 و i3 و i4 مسألة زي دي ما قدرش اشتغل بـ Ohms law for cross circuit ليه؟ لان انا عندي ثلاثة batteries في الثلاثة مش مع بعض ما قدرش اجمعهم اخليهم باتاري واحدة خلاص اول حاجة اعملها مدام انا قررت ان اشتغل ديت كيرشوف يبقى انا هسمي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا قبل كل شيء نسمي points ديته نسميها A B C D E F نسمي ديت G بالمع احدد اللوبس و احدد النود لان انا هشتغل كيرشوف فرس لو يبقى انا محتاج نود صح؟ اشتغل كيرشوف Second لو يبقى انا محتاج لو فاين النود؟ D نود؟ صح؟ اشتغل كيرشوف اشتغل كيرشوف G ليس نود لانه لا يوجد ثلاثة وارزة يجب ان يكون ثلاثة وارزة او اكتر C 2 وارزة هي B يبقى انا عندي النود اللي هي D وعندي النود اللي هي B صح؟ تحبوا نشتغل في عينيه النود الاول؟ فعيني نشتغل النود D عند النود D الكرمت اللي داخل اكتر الكرمت اللي خارج عندي داخل i1 صح؟ وداخل i2 وداخل i3 وشدور كده داخلين على النود؟ صح؟ صح؟ أين الذي خارج؟ لا يوجده المفهود الصن على الداخل هو أقوى للخارج يبقى معنى أن الداخل هو I1 plus I2 plus I3 هؤلاء الداخل هو أقوى للخارج لا يوجده هذه المفهولة ليست فانطقية وهو كيف يدخل المفهولة لا يخرج فعلاً ستبقى ليست فانطقية لو أردت الأنسر و كلهم طلعت مفهولة يجب على الأقل واحد أو اثنين يخرجون يعني ماذا يخرج من المفهولة؟ يعني معنى هذا هو عكس المفهولة و هو رسمها يعني ممكن ستجده الهورة من الدول يبقى هو عكس الهورة من الدولة عادي جداً إنما لو هي المنظر والثلاثة داخلين والثلاثة بالبسل و مفيش حاجة خرج الدن مفهولة يجب الهورة يجب الهورة يبقى هذا حركينا على جنبه إقوائي يبقى أنا كده اشتغلت عند النوت هل أشتغل عند النوت بي؟ لا لأنه عند البي يوجد الهورة خارج صح؟ كل هذا الهورة يبقى I1A خارج و عندي current أيضاً I2 خارج من هنا و عندي current I3 خارج من هنا صح؟ يبقى عندي ثلاثة current خارجين و مفيش حاجة داخلها موكداً الصم بتعلي خارج equal الهورة يبقى I1 plus I2 plus I3 equal A زيد في أي مشكلة؟ تمام يبقى أنا لما أجدت 2 نوت في ال circuit أعمل على واحدة لو أجدت 4 نوت في ال circuit أعمل على ثلاثة لو أجدت 10 نوت في ال circuit أعمل على تسعة لأن دائماً نلقى أخير لما أعمل أليس ستفيدني بشكل جديد سأجيب لي شيئاً أصلاً حسناً اللوبس أين اللوبس هذه لدي اثنين لوبز وثالثة لا تظهر هذا و هذا هذا وهذه الاثنين الظاهرين والثالثة لا تظهر وهذه وهذه يعني close the path يعني أنا أخرج من ال point أرجع لنفس ال point يمكن أن أعمل هنا أخرج من ال point أرجع لنفس ال point يمكن أن أعمل في الهورة وهما الاثنين وممكن من الوضع والذي يمكن أن أعمل ليس لدي أجل اشتغل على الاثنين أقول at loop b c d g b sum i r موجود 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 ثم ثم موجود i 2 ما هو العكس i 2 تحاول تلف هنا عكس يبقى بالنجا هل هناك ثاني لا يبقى equal النحية الثانية عندي 9 و 6 صح 9 تلف 6 تلف يبقى 9 تحاول تطلع من الـ يبقى تحاول تطلع مع 6 تحاول تطلع مع 9 و 6 هذه ستبقى يعني رتبهم هل عندي i1 هل طلع يبقى 0 i1 i2 يبقى i2 الأول ثم 15 i3 وهذا تبقى equation نبروزها ونركنها في اللوب الأخيرة at loop a f e d g b a عندي 4 ohm ماشي فيها i1 مع العكس مع وعندي 10 ohm ماشي فيها i2 مع العكس عكس لان هي لو تلع ماشي كده هتلبسوا كده العكس صح عكس يبقى كده لا يوجد رزيستور ثاني صح في لا لا يبقى لو حطيت 0 i3 هاي حتى يقول لي بيعمل حقيقة غلط طيب عندي 9 تحاول تطلع ال current من البوصل وعندي 3 تحاول تطلع ال current من البوصل يبقى دول كده الاتنين معا صح يبقى 9 plus 3 ستعطينا 12 وده كده 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 اللي ثلاثة بي من الدنيا بعدكم طبعا هو عبارة عن ثلاثة ثلاثة نحلتهم مع بعض سمنتنوصي مكالك ريتش